سؤال رقم 9 هو سؤال باللون الأحمر اوكي إذا استثنيناك أنت قصاي الخولي النجم قصاي الخولي من 2020 لمن بتاعتي جائزة أفضل ممثل أو ممثلة بمثلثة 2020 ايوه صراحة سؤال صعب ايوه انا محلك بقصمة بصراحة لأنه كل حدا منهم كان بطل بدوره يعني كلهم بيستاهله كله لعب دوره من قلبه حرام نقدر نقول يعني هيدا ومش هيدا بديك تعطي جايزة لكل حدا سابورتين رول وليد رول واللي بديك يعني لازم تتقصم مين كنت تستمتعي أكتر وتتكون عام تلعب بوجود غري يعني فيس تو فيس انت وياه غير قصاي مين هو الممثل يلي كنت هال تستمتعي بالمشهد لأقصى الحدود كارمن لبوس رسمية رسمية امصافي امصافي قتلتوا بكين على فكرة رندكادة من وصلة تحية الكبيرة ويسام يوسف حدد يعني لحقلك ليش لأنني كمان مشاهدي كانت محصورة أكثر أكثر عدد مشاهد كانوا معهم وصافي كيف كانت تنسير مع قصاي الخول بس انت سنواتي على جنب هلأ رجعت له صافي غير شي شريك يعني هيدا تاني السنة نشتغل مع بعض بس فعلا هيدا السنة غير عن سنة اللي قبل بكل شي حتى باكستيج كنا كتير أصحاب كان في محبة كان في ناس منا جاية لحتى يشوفوا مين أقوى بالمشهد مين رح يسروا قده وما كنا هيك كنا نايناتنا وأنه بدنا نعمل المشهد مدري كيف لأنه لازم نعطي وكل واحد بقول لتاني شي يعني كنا تيم كنا تيمورك كرمل هيك بتلاحظة أنه الكل عم يعطي من قلبه ما حدا كان عم سوريا عالكلمة عمية خبسة عالتانا يعني ممكن نرجع نشوفك باب بطولة مع قصايا الخولي طبعا ممكن أكيد 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 ممكن السؤال رقم عشرة السؤال هو من الأعلمية مها سلمة رح أقري لك يا أنا بتسعلك مها سلمة أكيد ماشاء الله تحية أي متى رح نشوف ندين الجام على الترجالة الحمرة بمهرجان سينمائي عالمي وهل ممكن أنه يصير هالشي بعد نقل تجربة مسلسل عشي عشرين عشرين من التلفزيون للسينما؟ هاي مها حبيب أشتعت لك كثير بصراحة هلا بعتقد بظل ظروف اللي عم نعيشة عم بتكون كمان عم حس انه راد كاربت ما بقى متل قبل رهجتها ما بقى في هالعدد الهائل بتحس انه عم تكون ناشفة ما بعرف أتمنى يعني هلا إذا حيعملوا فكرة عشرين عشرين فينم سينما ما عندي كمان أي فكرة عن الموضوع أنت معا هالفكرة؟ بحان طرحت لكن أنا ما بحرف ليه نوعي بحب التجدد يعني أنا قلت مرة بالمراكز بالكلمة اللي كت عم قولها قلت له أنه أنا يمكن عالم بتحب بر الأمان أنا حداً بيحبي يخد ريسك مش بس بالتمثيل حتى بالبزنس بكل شي وقلا ما بتتجدد ماني حداً بيحبي يرتبط بإشي بس لأنه منطقة الأمان ما عندي شي خاف منه وليه بدي خاف بجرب سؤرق محدعش يلا لأي مغنى أو مطرب لبناني بتقولي له تفضل مسل لشركك البطولة مطرب لبناني؟ أي أنه فنن مطرب لبناني ما أنه جاي من عالم التمثيل يعني شدنا نحنا اليوم تجوبة لرامي عياش بأول حلقة من عشرين عشرين أعطيني اسم تانية غير رامي يلا تفضل أن نعمل مسلسل غير رامي عياش رامي بما أنه تستد بوتر بيقولك رامي أكيد كيف لقيت الشغل مع رامي؟ يعني هو مظبوط نحنا شفناه بأول حلقة كمين قتلته كثير بكير مع هو إذا من قتل ما بتفوت سماع الحياة بس أنه يعني كان رامي كان مثل العطر الحلو بقلب المسلسل بصراحة ما إلى علاقة مشهد ومشهدين وحلقة وحلقتين بالعكس بس هو يعني قصة مثل ما بقوله شو يعني من وراه بلشت القصة 100% يعني هو الشرارة إذا بديك المسلسل نعرف نحكي حالكتنا حياة ظهري من رأس ومن ضمير ومن حيات طلعي من حياتنا حياتنا سؤال رقم 12 راح نشوف في السؤال كمان بالفيديو أوكا بشهر رمضان الكريم بالأعمال الرمضانية والسباق الرمضاني اللي شاركت فيه بثلاث أعمال كان اللي شرف أني أخوض التجربة مع نديل ناسي بنجيم والنجم قصاي خولي بمسلسل 2020 اللعبت فيه دور الحجة والحجة ماتت عبكير في الحلقة 15 وبدي أسأل اللي نحنا هتلي قلبي حياتي لو كانت بعد الحجة طيبة كنت كفيت بالقضية ولا كنت تركتيا لما تزعليا للحجة ونحنا هتلك قلبي إن شاء الله دايما نتلاقها بأعمال وأعمال وإلى المزيد من النجاحات لكن لحظة أول شي بدي إلا نحنا اللي قلنا الشرف أنا اللي إلي الشرف تحديدة لأنه نوقف قدام حدا مثله بهذه بهالتقل الدرامة بهالتقل 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 مثل ما بقوله عميئة لا خبرتها يعني هي بالآخر فيه خب ناس ما رأت عليهم صديق مسيمة أنا عم بحكي إنه هي حدا تقيل غير إنه هي قلبه كتير طيب وعن جدا حتى بالسؤال حنونة إذا كنت رحكفي هالشي زارب يعني من خلال أمسافي نحنا حبينا أمسافي وزعلنا أنه أمسافي تركتنا وراحت بالحلقة 15 لأنه هلقات حسينا نحنا تثبتها من يعني من خلال الشاشة صح فاليوم سؤالة لو كانت بعد أمسافي شو عملتك؟ عمقلك هو ردا على سؤال اللي سألتيني قبل شوي كمان أنه فعلا لما كنت أعمل مشاهد معك قليل ما كاننا نوقف أو نقطش إنه فيه سلاسة فضيعة وكتحس إنه عن جد بحبة وهي سمى بالمسلسل حبتها وعندها إياها وبكت عليها يعني غير شي بس بس بدا تكفي بدا تكفي أكيد بدا تكفي بس هو منيحة اللي بعيد الشارع عن قلبه منيحة إنه أمسافي ماتت هيك لأنه كانت راح تموت بس تعرف أنه بس تعرف أنه حياة مش حياة تلح تجيها سكتة قلبية